سلام عليكم وصورة بطبيعة الحال على صفحتنا على الفيسبوك وهي شدافام وتخليوا تعاليق ديلكم والأسئلة ديلكم مستمعين كيفما يمكن لكم أنكم تخليوا تعاليق والأسئلة ديلكم عبر الاسمس على الرقم 556 ستاديلدراهم تاتسي أكيد الناس كذلك اللي يتابعونا خارج المغرب ممكن كذلك بإضافة لصفحتنا على الفيسبوك يتابعونا على الموقع الوضع الموضوع جيناد اليوم إن شاء الله وغادي يكون عن حسن الجوار أكيد لما كنت كلموا على حسن الجوار ف بطبع الحال أول ما كيختار على برناه هو الجار الجار اللي هو معنا في العمارة أو للحي أو لا إلى غير ذلك الناس اللي كيكونوا بطبع الحال يعني قراب لنا مجاورين معهم بشكل أو بآخر بطبع الحال حتى يعني الجوار بين الدول بطبع الحال حسين دركت تعتبر جوار ويرجا فيه بطبع الحال حسن الجوار الجار تكلمنا عليها في مرات سابقة وأكيد العديد ده كذلك كان حتى من الاتصالات اللي كانت جاتنا كانت تكلم على مشاكل كثيرة على حسن الجوار كاي اللي تقول الجوار ما بقتش كيف ما كانت مش حال هادي كانت هناك أخلاقية مبادئ تراعة كانت تقاليد كانت عرف كان يعني مجموعة من الأمور اللي ما يمكنش أنك تجوزها وبطبيعة الحال كانوا كذلك حتى مشاكل ربما لكن يقال أن ديوم عناه كثير من مشاكل بشكل كبير وحتينا ما كانش كتكون هاد المشاكل فما كانت تكونش نهائيا قع الصلة ما بين الجيران إلى غير ذلك من الشكاوي المتعددة والعديدة الجار بطبيعة الحال عنده مكانة مهمة وتكلم عليها رسول عساس والسلام بدين دينا يحوط على حسن الجوار كيف ذلك كيفاش خصنا نتعامل مع الجار دينا الحقوق دينا اللي خاصة يعطيها لنا وكذلك الواجبات دينا تجاه هاد الجار كل هاد الأمور غدي نتعرف عليها بطبيعة الحال مع فضيلة أستاذ داعية والشيخ أستاذ عبد الرحمن السكش مع إطافات جانب مهم جدا ولي عمرنا ما تكلمنا عليه كذلك ليو الجوار ما بين دول كذلك كيف خصو يكون فعلى بركة الله نفتتح وإياك حلقة اليوم ونتكلم شاء الله على هذا الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحق المبين صلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم داخل المغرب خارج المغرب في أوروبا وفي الأمريكيتين وفي بعض دول المغرب العربي وفي الخليش أحبكم في الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسدد نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اقضي حوائجنا يسر أمورنا شافي مرضان أرحم موتانا أضي الله لنا شبابنا نساءنا أصلح ولن نرد بنا إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الرحمن يا رب العالمين اللهم جعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين رضا لا سخط بعده أبدا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها خير أعمارنا أواخران خير أيامنا يوم لقائك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت أرحم الرحمن وأنت رب المستضعفين اللهم جملنا بالأخلاق زيننا بالأخلاق طهرنا بالأخلاق يا ربي واجعل أخلاقنا من أخلاق القرآن الكريم واجعل أخلاقنا من أخلاق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعسيان واجعلنا اللهم من الرشيدين نشهدك اللهم أنك أنت الله الواحد والأحد الفرض الصمد الحي القيوم رب العالمين بيده ملكوت كل شيء اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مهموما إلا أذهبت همه ولا صاحب حاجة إلا قضيتها ولا كرب إلى نفسته يا رب العالمين يا أرحم الرحمن أمين 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 موضوع الجوار من المواضيع الحقوقية إن شئتي فهذه حقوق حقوق للأفراد على الأفراد وحقوق للجماعات على الجماعات للمجتمعات على المجتمعات للدول على الدول فكون الجوار يعني حقا من حقوق الإنسانية فهذا يفرض علينا أننا نتكلم عليه خصوصا وأننا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة التي تنعيش فيها وهذا التحامل الذي يتحمله بعض يعني الجيران على بلدنا ففي هذه الآوينة الأخيرة رأينا وسمعنا كيف يتحملون على المغرب كيف يتحمل بعض الدول تتحمل على المغرب خصوصا يعني الجارة الشرقية اللي هي الجزائر وعندما أقول الجزائر يعني أنا لا أقصد الشعب الجزائري الشعب الجزائري شعب عظيم شعب مسلم شعب كبير جدا شعب شهداء لكن السلسة في الجزائر يعني لا أعتقد أنهم يريدون الخير لهذه المنطقة فطيلت تقريبا 46 سنة لأن نحن في 47 سنة وهم يكيدون الكيد للمغرب يعني سبحان الله العظيم لا ندري ما الذي يحدث هؤلاء الناس وصل بهم الأمر إلى انهيار أخلاقي بعد منهارت عندهم القيم وحتى السياسة عندهم منهارت سبحان الله لا أدن أن أحدا يرضى عن هذا الأمر الذي يصدر منهم والقلاق التي يحدثونها من حين إلى آخر فتاريخا ويعني واقعا والمغرب في أرضه وبلاده وسحرائه لكن هؤلاء الناس يعني سبحان الله العظيم يعني لا هم لهم سوى إحداث البلبلة سوى الاستفزاز سوى ليس هكذا يعني تقادل الأمور لسوا أدري ما الذي يدفع هؤلاء إلى عدوة جيرانهم شنو بغي ندنسدو أنتم تتربعون على جد المليون ونص دي الكيلومتر مربع وما كفتكمش أنا لا أخاطب بالشعب إحنا كشعوب والله العظيم الشعب الجزائري شعب عظيم شعب محب شعب مسالم ولكن هؤلاء الذين يسيرون به لا ندري إلينا يسيرون بهذا الشعب الجزائري يعني التفقير التجويع خيرات الجزائر ورغم ذلك الشعب الجزائري استسمع هذا الكلام خصويت قاله ربما يتخلقوا عليه الجزائرين ولكن الحقيقة هي هذه يعني الشعب الجزائري اللي البنانة عنده تتشرب بواحد التمن سبحان الله كأنك في المريخ أو المغرب يتمتعوا بخير الحمد لله الفقير الفقير عنا تيأكل البنان الفقير تيأكله تيأكله تيشريب كي يبقى عنده حلوة تيأكل فيها أرى هذا تبشي في الجزائر تيشري بنانة لاش هذا ناتج عن الناس الذين يسوقون الجزائرين يقودونها بقال يكون هذا المغريب عيب عار والله نحن جيران تاريخا وكل شيء ولكن ما يصدر من هؤلاء إساسة ومن الذين يتزعمون السياسة فيها يعني لا يرقهم أن المغرب يعيش في خير ويعيش في سلام في أمان غادي شد الطريق دياله غادي في الطريق دياله ما عجبهم شيء شيء ومات كيف يفرحون كيف يفرحون هارل كي نغصوا علينا ويتلددون وهذه هذي هذي سادية هذي سادية سياسية لا إله إلا الله الحياة مشي بحل كواكي ما كيف يفهموا هذي الناس الحاقدون فهؤلاء الحاقدون يعني مخدولون تسلطت عليهم نفوس ديالهم وتسلطوا عليهم شيطين ديالهم فأساؤوا الجوار قطعوا الأرحام سدوا الباب ديال المغرب العربي الالتحاد المغرب العربي سدوا الحدود ما خلوش هذه المنطقة هذي نهائيا أنها تظهر أنه رغم الخينات الكبيرة اللي عندها فنحن نحمل هؤلاء المسؤولين لأنهم هما ما لكم على هذه الحالة هذه يعني خمسة ديال اللي قلقوا الجمعين وفحد تيران ديال ديال اللي خلق عندكم تم وخدامين تديروا القلاقي للمنطقة أتقوا الله المسؤولين في جزائر را 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 إلا كنتم كتعرفوا الله بعد راكم هتقفوا أمام الله وسنقفوا جميعا الآن شي اللي كدروا لأننا رأى الجاهلية والله العظيم إلا في الجاهلية قبل مجل الإسلام كانت عندهم أخلاق كانت عندهم قيم قيم تفاني في حماية الجار ثم من نهار من ستينات أنتم تتحفروا سبعينات أنتم تتحفروا تمانينات أنتم تتحفروا تسعينات أنتم تتحفروا ألفين أنتم تتحفروا ألفين وعشرين أنتم تتحفروا ما عيتوش فين بغين توصلوا بالله إلى الجاهلية قلت عندهم أخلاق أخلاق ديال حماية الجار هذا عنطر بن شداد يقول أغض طرفي إن بدت لي جارتي حين يواري جارتي مأواها حتى يواري جارتي مأواه أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه إحنا لا إحنا عنا العكس الأخلاق دي الجاهلية ما نسألو لحدنا الجيران دينا نرى ما كلا أخلاق لقيم لا والو ما على كل حال والله لا نريد أننا نغصف ولكن نستنكر هذه البشاعة اللي كيتعاملوا بها ساسة أقول ساسة في الجزائر نستنكر هذا الأمر فلنتم أخليتوا بلادكم تزهر لخليتوا المغرب العربي تزهر لخليتوا هذه المنطقة والله إلى خيرات كبيرة لو أن القطار دي الاتحاد المغربي العربي انطلق نهار انطلق وخليتوا انطلق كلنا نحن إذا بالمنطقة تعيشوا ازدهارا كبيرا جدا كلنا القطار التيمشو من المغرب من الموريطانيا المغرب الجزائر التونس الليبيا كلنا نحن ما شاء الله لكنكم لا ندري من صلتكم على هذه المنطقة وما المقصود بهذا الشيء كله قاع والله ربنا هو العلم سبحانه وتعالى طيب هذه نقطة نقطة من جملة النقطة التي سنتحدث عنها الجوار في أيامنا هذه وبكل تأكيد الجوار أصابه الفطور علاقة الجوار دي الناس بعضهم بعض أصابها الجوار فمجرد ما تدر واحد مقارنة بين الماضي والحاضر اللي حنا تنعيشوا فيه كان القوي أن الماضي كان الجيران مجرد يعني ما كيتشاركوا كما تيجيسميه المغربة يعني المليحة الطعام والملح والماء مجرد ما كيتشاركوا أي شيء كتلقاهم كيتضامنوا في السراء والضراء وكيتقسموا أعباء الحياة والهموم دياله والمشاكل دياله أنا كندكر في السبعينات كنا دري صغار كنقرأوا والله العظيم كتجيك أحيانا كتدخل دار جاركم كتدخل والله إلا كتأكل والله كتقلس ترحب بك السيدة مولة الدار وتقلس سبحان الله العظيم كأنك في بيتك ولا تحس بأن راح شو حتي شوفك شوفان قساء ولا أبدا اليوم وأسفاه على جيران اليوم اليوم إلى مرحم الله فأصبح الجيران كل واحد تيجر رأسه كل واحد كيصحب على صوته نفسي نفسي وأسفاه كنقل وأسفاه على جيران اليوم وعلى أيام الماضي أيام ديال العز أيام ديال النية كان الجار كيساعد الجار دياله الجار كيعين الجار دياله سواء فيه نزل به كرب أو نزل به فرح كان مريض كيوقف معاه إلى جانب كيوقف معاه جنبا جنبا حيث الجار ديالك الساعة كان كيحس بي أن هذا رأخوه هذا رأخوه يعني تزمن عائلته تزوجه تزوجه يسكن أحده اسمح في عائلته كان بالإمكان أنه يسكن مع عائلته ولكن تزمن عائلته كدوجه حيطه 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 جار فكان العرس كيدوز يعني الجيران وما يتدبره كل شي هذا كيجيب سندر هذا تجيب طلا هذا تجيب المعون هذا تيوقف هذا هذا تيوقف في استخدام الناس هذا هكذا كان الجيران قديما في الأفراح حتى في الأطراح كانوا كيعتبروا الجار خوهم العرس دياله عرسهم القرح قرحهم إذا كان شي مصريبا كيعتبروا أنه ما يتمثوا بيها كيقدم كل ما استطح كل ما يستطيع حتى حتى في الطبق كيجيوا النادي من هنا من هنا كيتبخوا يصوبوا يقدوا فهدز الأرس في فرحهم الناس وستو دز بخير ومبارك وكل شي فيه البركة سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم في الأحياء الجديدة جيران اليوم والله العظيم لا يعرف بعضهم بعضا اليوم وهذا هو اللي كانت أسفو عليه وكان قول وا أسفاه يعني جيران اليوم البعض ما تعرف البعض ما تتعرفش شكون لي متكعلك من هذه الجهة شكون هاد اللي ساكن محدك من هنا شكون هاد اللي فاضلي طاج تحتاني شكون لا حتى العلاقات ما تتجوش معهم تقريبا السلام وحتى ذلك السلام لما تتلقي السلام لما تكون نازل في السلالم أو في المسعد لما تتقول السلام عليكم الناس اللي في العمارة أشكال في تلقي ذلك السلام كل اللي يتلقها كيحن الرسول يزيد أنا ما تعرفش ما يبردش عليك كل اللي يتحشم وتيرد عليكم ما تعرفش كل اللي تبقى يشوف فيك أشي يقول هذا فتجيب لنا ذلك شي ديال الحياء الشعبية ديال السلام عليكم ديال الإسلام وال ها دي السلام وحنا حنا كنعيش سبحان الله العظيم لما تتلقها مع الناس في السلالم أمام العمارة كتحس بأنك غريب ديال عمارة كل واحد جرشه ف سبحان الله العظيم لأن المشاغل ديال الحياة والعين بالأبناء والمتبع ديالهم خلت كل واحد كينصار في الهم دياله كل واحد غادي لشغله كل واحد بعيد على جيرانه لأنه عنده شؤون عنده غراض دياله عنده سبحان الله عظيم يقدر يمرض الجار فالأحياء الجديدة في الجوار الجديد ديال الحاضر اللي تنعيشوه الآن يقدر يمرض الجار ويقدر يضطر دالي عملية جراحية والتوحد من الجيران ما تريد يسيقل لا أحد يعلم بذلك ولا يزوره أحد في المشفى إلا الأقارب دياله اللي هو مقراب اللي لابد منك درهم مريض درهم كده إيه في سبيط إحنا جين أما الجيران الآن يحكي لي أحد الأصدقاء طبيب وهو طبيب صديق قال لي ذات يوم أنا عنده في العيادة قال لي سكن تكلموشي نهار على هاد القضية ديال السلام غير كلمة السلام قلت لي قال لك والله هلا موضوع مهم علاج قال لك والله العظيم أنا كنت سكن في أحياء عادية قال لك انتقلت أحياء عراقياد عمارة زر وديلة غير ونطرفونات قال لك سكنت قال لك في العمار والله العظيم إيه لك نقول السلام وعليكم ما تيردع لي تشي واحد قال لك اللي قلت لي السلام وعليكم تدير فيك ها مني شنو تيقول هادا سبحان الله ديم خصوصتك الناس اللي التربية ديال الغرب وكده الاخرية شي يقول هادا قال لك شي حلقة قلت لي يا الله إن شاء الله على كل حال ما نسوش حتى بعد للجيران حيانا نتيموت الجار في الغرفة عنده في البيت ديالو وما تيسخل نتيش وحد الخبر حتى كتعطر ريحة ديالو في الكل وارات في كده كين شي حاجة مش هي هادا كي جيوا الناس وكشفو شنو ريحة ديالش واحد ميت ها الريحة اللي كشفاتو ديك التقطق السلام عليكم وديك الجورة اللي كنا مشاركين ما بقعتش كل وصراك تعيس بمعزل يعني معزل عن الوسر الأخرى سبحان الله العظيم هادا كي تقتضي هدا كي تقتضي منا أننا نفكر في هذا الموضوع هذا وفين وصلنا وفين أن الجيران ديال اليوم وكيما كان قولوا رالجار رامشي وفقد داك الجار الجار في العمل الجار كدولة مع دولة الجار وانترك غادي في المركوب ديالك الجار مؤقت الجيران رامب قينة نعرف ويلو فج شكون لتي ساكن معاك شكون سبحان الله العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يروى عنه أنه دهب داتا يوم لزيارة غلام كان عنده مريض كان عنده خادم وهذا جار في نفس الوقت جار قال يعني يعني لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان من الجيران شاف النبي صلى الله عليه وسلم الغلام هدتي غرغر يعني في الغرغرة قال لي يا غلام قل لا إله إلا الله وأنا أشفع لك بها عند الله قل لا إله إلا الله أنا أشفع لك بها فاستحى الأب ديالو قال سعند رأسه شفي حشم قال لي أجب أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم غلام كي يخدم عنده وفي نسلق جاره ما فرط ما خلج مريض قال لا مخصوش يمشي للآخرة وهو على هذا الحال ربما قد يعني الحال دياله قد يقوده إلى النار والعذو الله الحمد لله الذي أنقذه من النار ثم أبو بكر رضي الله عنه كان قبل ما يكون خليفة كان يحلب شات جاره وينظف الفناء بيته يعني تيش طب تيمشي يحلب شات لمن الواحد المرأة مسكينة كفيفة لا تبصر وتيش قدلها ويعجلها ويقدلها ويزيد لما تولى الخلافة استمر على ذلك فأنا ها هو يعني أهل البيت قالوا لي أنت الآن خليفة وكذا 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 فامتنع عن التوقف عن ذلك العمل غنقن دير هذا شي حتى فعلا جار نفرض في الجار ديالي ورجار ديالي سبحان الله العظيم ونعم نعم